هجوم زولينغ في ألمانيا الذي نفذه لاجئ سوري وتبنه تنظيم داعش استدعى اتخاذ تدابير أمنية وسياسية جديدة أبرزها ترحيل كل من رفضت طلبات نجوئهم والمدنين أيضا في ألمانيا ليس هذا فحزف الاتهامات التي وجهها حزب البديل من أجل ألمانيا للحكومة خلف حالة توتر في أروقتها الأحزاب التي كانت أكثر انفتاحا على ملف الهجرة بدأت تغير توجهاتها المستشار الألماني على سبيل المثال تعهد بتكثيف عمليات الترحيل لفئة معينة من اللاجئين وإعادة النظر في بعض المزايا المملوحة لهم كما تحدث عن استحداث قوانين أكثر سرمة في حق كل من يحمل السكاكين في الأماكن العامة وفق مراقبين فإن الأحزاب الرئيسية الحاكمة في ألمانيا تسعى من خلال هذه الإجراءات لقطع الطريق على أحزاب أقصى اليمين لعدم استغلال هذه الحوادث في أغراض سياسية ونشر خطاب الكراهية وبحسب تقرير لولستريت جورنال فإن التحديات الأمنية والاقتصادية وفقدان الثقة في قدرة الحكومات الأوروبية ومنها الحكومة الألمانية تدعم الخطاب الشعبوي المناحض للهجرة بينما يتم وضع القيود على سياسة الباب البفتوحة